طيب فلنطبع الObserver design هاي الانتجريتر سميها x hat اللي هي estimated x و هون عندي راح يكون x و ها بي اسمية الضغط هاي سي و عفت ليش حاطت صد M انا ها عليها راح ترك الصبعين هلا بعدين لا تشوف هاي السيستم الاصلي نلاحظوا راح تلاحظوا فيه هون اختلاف بالاول كنا لما صممنا الكنترولر كنا نجيو بسكيلر على اساس طبعا انه single input single output system كنا نطرحها من U مزبوط بعد ما نضربها في K بس K كان عندي K1 K2 K3 KN فعندي عدد N degrees of freedom ليش بحتاج N degrees of freedom كنت في الكنترولر لاني بدي ليش كنت بدي N degrees of freedom بهمني يكون عندي N degrees of freedom بالKs مش كنت اغير الكيز K1 K2 K3 KN عشان اقدر اعمل كل states عشان اقدر اتغير حكم بالPoles مش هيك N Poles فعندي N Poles مش كنت بدي اعمل placing لN Poles فكان عندي N degrees of freedom بنفس الطريقة الان انا عندي هون في N Poles راح يكونوا في الObserver الObserver راح يكون كأنه موديل بشبه الموديل تبع البلانت ممكن يكون في اختلافات ما بين C و C بين A A عشان هيك انا حاطت ال M ال M اللي هي الموديل مش البلانت يعني احنا طلعنا موديل للسيستر ومفترضين انه A M صحيحة اذا بدك هديك سميها A P هي تبعة البلانت الحقيقية ما بضمن انا انه A M مساوية ل A P هاي في اخطاء ممكن تكون عندي واحد الاشياء السبب انه عملنا احنا Y minus Y hat أو Y actual minus Y hat عشان اعوض الاخطاء اللي موجودة عندنا في الموديل قراءة الموديل فهون راح نفترض انه A M تقريبا مساوية ل A بس في اختلافات بسيطة بسبب الامبرفكشن تبع الموديل اللي عندنا هاي عندنا B هون وراح افترض انه single input single output هاي U of T B of U of S هون هلا تطلعنا بتصير احا احمل D هلا بالوقت الحاضر هاي على فكرة راح تصير C M X hat مظبوط اجدربنا X hat C عملت operation على X hat C hat C X hat وهاي هي نفسها مساوية ل Y مظبوط راح يرجع لي هلا هون Y بتحب تسميها سميها Y plant إذا بيتك راح نسميها Y Y الحقيقية اللي من ال plant الحقيقية اللي عم نحاول نعمل عليه راح ندخل هلا هدول التنين هون راح اخد error 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 بين ال Y دي أنا عمالي بعملها estimation وال Y الحقيقية هذا اللي بضرشه بضرش اجيب X اللي هو انا بضر اجيب X كان ايش كان ما بديش هو observer كله مظبوط بس بضر اجيب Y كانت وهم تطلعين كمان single input single output بس ها عندي Y minus Y hat Y minus Y hat ها الرسم اللي في النوتس معكوسة بس انتو عارفين انو حنا اطرح Y minus Y hat أوكي بس ها عندي سكيلر minus سكيلر راح تعطيني سكيلر من هون هلا هون انا اللي بدي اشرح لكم ايام انا كان بإنكاني لو بدي ااخد هذا السكيلر واطرحه من هذا السكيلر من هون بس هون راح اضرب في L وحدة كم degree of freedom عندي 1 1 ما بنفعش بدي انا n degrees of freedom فاللي بعمله بضرب Y minus Y hat في L كvector يكون من L1 ل Ln فاعطاني n variables ال n variables بطرحهم من ال variables اللي موجودة اوكي فصار عندي هون هذا صار vector هلا لما بضرب هاي صارت وي تساوي Y minus Y hat وانتو ساوي Y minus C X hat مظبوط واذا بدك حطها CM مظبوط مظبوط Y hat هي نفسها CM X أخذناها من هون فصار عندي هذا ال arrow هلا هذا سكيلر راح اضربه في vector في column vector كيشو كانت رو رو كانت alpha n minus a n وضربناها بعدين في Tc مظبوط inverse ضربناها في Tc inverse مظبوط لكن L alpha n minus a n alpha n minus 1 minus a n minus 1 ايش كانت Tc T transformation عم بعمل transformation لـ state variables اذا عملت هاي transformation Tc هي similarity transformation بتحولي السيتم لالcontrollable canonical form TO هي transformation n by n transformation بتعمل transformation لـ state variables اذا استعملت هاي transformation للسيتم عملت similarity transformation على السيتم راح يتحولو لالobservable canonical form إذا السيتم أصلا كان في الcontrollable canonical form إذا Tc minus 1 تساوي Tc تساوي identity matrix واذا السيتم أصلا كان بالobservable canonical form معاناها TO بتساوي TO minus 1 تساوي identity matrix فإذا كان إذا الrepresentation تاعت السيتم أصلا كانت في الobservable canonical form هاي راح تكون identity matrix زي شيء بضروف الidentity matrix بضل نفسه ونفس الإشي هون إذا كان أصلا بالcontrollable canonical form لحظوا هذه رو هاي column هاي مضروبة في Tc minus 1 بعدها هاي مضروبة في Tc minus 1 قبلها هلا إذا ضربت سكيلر بفكتر راح يضل نفس الفكتر بس بعمل كأني عمالي هون لما بضرب هذا السكيلر اللي هو E اللي هو سكيلر اللي هو رقم يعني راح يكون ثلاثة أو أربعة أو نص أو ربع أو ناقص نص عمالي بضربه بفكتر كأني عملت لكل واحد من L هذا راح يطلع معي نفس الإشي L في النهاية راح يكون هدول مضروبين كل واحد راح يطلع معي هون راح يطلع معي column vector N في واحد أوكي راح طلع N في واحد هلا N في واحد بشبه نفس الإشي B مش B كانت نفس الإشي dimensions تبعت B N في واحد مصبوط ويو أنا عندي هون سكيلر أنا هون ما أخذ single input فبيصير أطرح هدول التنين من بعض أو أجمعهم لبعض هلا المر ناضي عابنا تحدثنا إنه بجمع ولا بطرح وقلنا في النهاية استنتجنا فإنه إذا كان عندي Y أعلى من Y hat معناها Y hat أقل من Y اللي أنا بدي أوصل له وإذا كانت أقل معناها هذا positive معناها الأرور positive معناها لازم أرفع Y hat بدي أرفع X hat عشان أرفع Y hat وإذا كان الأرور negative معناها نزل فبصير هذا negative فبيقلل فهاي الإشارة بتكون plus أوكي هلأ هادي عندي هون ها راح تكون L فراح يصير عندي هلأ هون L مقروبة في Y minus C X hat وتساوي L Y minus L C X hat وهادي Y الحقيقة مش Y ستصار عندي هدول L Y minus L C X هون راح تكون عندي B U مظبوط شو صار عندنا هون B U plus whatever comes here إيش اللي جاي عندي هون L Y minus L C X hat نظبوط عند النقطة هاي إيش هلا بصير فيه بنجمع له إيش عندي هون A X hat نظبوط إيش هاي X hat هون A A بتعمل transformation X hat بصير عندي X hat فعند النقطة هاي الآن بصير عندي هون بصير عندي X dot hat بتها تساوي هدول كلهم زائد فبتصير A X hat زائد B U زائد L Y ناقص L C X hat مظبوط لحد هون شغلنا هلأ بدنا نطلق لاحظوا C ما تغيرتش عندي هون هلأ هلأ في شغلة مهمة لازم قبل ما نكمل بص نتطلق عليها كم input كان عندي بالسيستم الأصلي كان عندي U كم input صار عندي هلأ بالسيستم الجديد إيش في عندي input جديد صار Y إذا بيتك فكتر بY كأنها جاي داخلي بهذا الشكل Y input مش هيك مش Y hat Y hat output من السيستم Y input فكأنه عندي Y داخلي من هون Y بس أنا أخدتها أنا عد نعم أخدت نسخة من U of T حطيتها هون هاي عندي هون هذا observer إيش طلع معي من هون Y Y of T أول أخدت من هون أخدت من هون Y ودخلتها على observe طلع معي من هون أوكي مظهوط واضح لها أنا كان بإمكاني عمل open loop لو بدي أعمل open loop observer إيش بدخله بس U of T أنا لو بدي أعمل open loop system بنسب كل اللي عملته هون باخد هون أه على فكرة هاي بي أم كمان أه هاي AM وهاي CM فهادي هون بي أم وهاي بي أم وهاي بي أم وهاي بي أم بي أم شو يعني ال M هون السب M إنه هادة هي الموديل اللي أنا طلعته الموديل مش شرط يكون نفس الplant هادة هون ال observer في داخله موديل الplant الموديل وين بقعد هادة الموديل وين بيكون موجود في ال controller مش هيك في ال PC تبعي أو PLC أو ال micro controller أو هاد مش هيك هادة هون إيش بلانت parameters أنا بفكر إنه أنا جبت ال parameters الصحيحة بس ممكن يكون أنا غلطان ولذلك أنا ميزت ما بين A و A sub M و B و B sub M و C و C sub M و D و D sub M ماشي؟ يعني ممكن يكون أنا بفكر إنه A هي واحد و ثلاثة واحد ثلاثة اثنين واحد مثلاً فعلياً لما طلعنا على plant أو ما كنتش أنا عارف يعني بدرش أوصلها بس فعلياً ال plant لو إحنا بنعرف ال plant مظبوط ودرسناها نلاقي إنها 1.1 3.2 أو 3.02 في خطأ عندي في الموديلين هل ممكن الموديل تبعي يكون في خطأ؟ طبعاً حتى أبين هاي بشكل واضح هم بحط أنا B M اللي أنا بتوقع إنها هي الموديل تبعي السيستم أخذنا Y صار عندي السيستم هذا كم input إلو؟ two scalar inputs وصار عندي إلى output إلو في الأوردل تبعه رح يتغير هلأ اتطلع على المعادلة هاي رح نعيد معالجة المعادلة هاي حتى نطلع إلي جديد شكراً شكراً شكراً